فيما له صلة أعلنت الصحة العالمية دخول ثلاثة أدوية لعلاج كورونا إلى المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا يأتي ذلك مع تزايد حالة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وتصاعد المخاوف بشأن المتحورات الجديدة حيث باتت عملية توزيع لقاحات المضادة قضية جدلية تحتاج لحل حاسم بحزم الخبراء والمنظمات الدولية لقاءات لقادة العالم وتصرحات متشابهة عن التضامن لتوفير لقاحات كورونا لكل الشعوب وخاصة النامية منها وبينما تستعر الجائحة لتزال عمليات توزيع لقاحات كورونا في مأزق بعدما سيطرت عليها الدول المتقدمة في حين تعاني الدول النامية من بطء التطايمات ينذر بكارثة منظمة الصحة العالمية بدورها دعت الدول العشرين الأكثر نموا لإحداث تحول في عملية الوصول للقاحات قبل أكتوبر المقبل وصفة الوضع الحالي بالمعيب المسؤول بمبادرة إتاحة أدوات مكافحة كورونا لدى الصحة العالمية بروس أيلوارد وصف الوضع بأنه يكاد يكون مقصودا لمنع فقراء العالم من تلق اللقاحات وكانت الصحة العالمية قد أعربت مرارا عن استيائها ما وصفته بالفضيحة الأخلاقية جراء تخزين الدول الغنية للقاحات فيما تكافح تلك النامية في الحصول على نصبها من اللقاح لتحصين السكان الأكثر عرضة للخطر ووفقا لتصنيفات البنك الدولي تم إعطاء مائة وأربع جرعات لكل مائة ألف نسمة في الدول المرتفعة الدخل أما في الدول التسعة والعشرين ذات الدخل الأكثر انخفاضا فأعطيت جرعتان فقط لكل مائة ألف شخص وتطالب الأمم المتحدة بأن تحصل كل دولة حول العالم على تطايمات لنحو عشرة بالمئة من سكانها على الأقل بحلول نهاية سبتمبر وأربعين بالمئة على الأقل بحلول نهاية العام الجاري وسبعين بالمئة بحلول منتصف عام الفين اثنين وعشرين وتبقى تلك الإحصاءات أمان بعيدة المنال في ظل عدم وجود رؤية عالمية أكثر شمولية لمواجهة الجائحة شكرا